إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بإشاعة السلام قولاً وعاملاً فكان أول قدومه إلى المدينة لقيه أصحابه مستبشرين بقدومه وكان من جملة من خرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وللطلاع على حاله عبد الله بن سلام وهو من اليهود وعلمائهم وأحبارهم لم يكن على دين الإسلام لكنه بلغه خبر سيد الأنام فأراد أن يتحقق من صدقه فخرج مع من خرج لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هذا الذي يزعم أنه نبي قال فلما رأيته واستثبته أي تحققت من شأنه رأيت وجهه ليس بوجه كذاب رأيت وجهه ليس بوجه كذاب يقول رضي الله تعالى عنه فكان أول ما قال أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قدم المدينة أيها الناس خطاب لعموم أهل المدينة من المسلمين وغيرهم أيها الناس أفشوا السلام بينكم أيها الناس أفشوا السلام بينكم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذا هو عنوان رسالته هذا معنى الرحمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين